بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد النور الذاتي الساري سره في جميع الآثار والأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم يعني أنا جداً سعيدة اليوم أنني بينكم مرة أخرى وسنحتم للفرصة أن أتكلم في هذا المؤتمر القيم وأن أكون في حضور مشايخنا الفضلاء والكرماء وأن أكون أيضاً مع أصدقاء تعرفت عليهم خلال مسيرتي في هذا الدرب المبارك وأكون أتعرف أيضاً على أصدقاء جدد الحمد لله وطبعاً لشرف أن أكون في هذه البلد الطيبة مع هذه الوجوه الطيبة اليوم فعلاً في هذا البلد يكتشف الإنسان أن السعادة الحقيقية لا تكمن في كثرة الأشياء والممتلكات بل تكمن في وجود الإنسان مع أناس حقيقيون وأن أيضاً يقولون البساطة توجد الجمال و هذا فعلاً ما وجدته في غمبيا ما أقوله أنني سأتحل من العربية إلى العنالية وفقاً. لذلك أريد أن أتمنى أن أعطيك للمعنى المستقبل أن أتحدث معكم وأن أتحدث في هذه المعنى المعنى وأن أتمنى أن أكون في المدينة لدينا عزيزة ويجب أن نكون في المتابعة من الأصدقاء والذيونيين والذيونيين التي نحن 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 في المحل ويجب أن نكون في هذا الهدف مرحل مرحلات كما تتحدث في المنطقة في البداية المنطقة التي أتي في ذلك شف St here and Alhamdulillah I'm here again. I realized that happiness does not is not related to the number of possessions a person has or maybe to the objects and commodities that we are used to but it's rather it is related to being with real people subhanallah and then the same time they say simplicity يفعل حقًا لذلك في هذا المرد. لذلك في المنطقة أخبرت عن محبة و ختمة. أصلاح عن ما سأتحدث عن اليوم. والأولي ما حدثت أننا لا يمكننا المحبة و ختمة إذا ليس لدينا الوصول على نفسنا، لأننا يجب أن نحب الناس ويجب أن نحبهم فأحببت أن أكلمكم قليلا عن الصحبة الصحبة في هذا الدرب ما نسمعه التعبير ويحب أن نحب هذا الكثير وعندما نفكر عن التعبير كما تعلمنا عن الصحبة كما تعلمنا في العربية هو صحبة وصحبة يأتي من صاحب صاحب هو صحب هو المفترض لتأكومب وعندما نحب التعبير من الصحبة لذلك الله سبحانه وتعالى أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعلم أنه يوجد صحبة وعندما أكثر المهمة المهمة التي نسمع الكثير من الناس هو الصحبة الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترسل برشاة بالصحبة وعندما ذكر في حديث سحابتي كالنجوم لتعلق sólo معك على الظاهر بأية الصحبة أكثر سنة يمكن أن تكون غير منتبهين لها هي سنة الصحبة التي كانت موجودة وجعلنا نعيش بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول والذي نفس محمد بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه أحاببتم أفشوا السلام بينكم بإمكانه في مهنة موجودة لن تدخلوا حتى تؤمنوا ون تؤمنوا حتى تحبوا أحدهم لن أعلمكم بإمكانكم إذا أفعلكم بإمكانكم إذا أفعلكم بإمكانكم أحبوا أحبوا أحدهم لذلك أولا أبدأ بإمكانكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم حساساً حديث إن من عباد الله أناساً يغبطهم الأنبياء والشهداء ما هم بأنبياء ولا بشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله قالت الصحابة قال الصحابة أخبرنا من هم وما أعمالهم فإنا نحبهم لذلك قال رسول الله هم قوم تحاب في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إنا وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رسول الله صلى الله عليه وسلم says there would be some servants of Allah سبحانه وتعالى يوم القيامة who are rather not messengers who are not messengers or martyrs but on the day of judgment the messenger and the martyrs will look at them with a longing because of their status with their lord the companions asked who are these and what kind of deeds have they done so we know يا رسول الله and then he replied these are such people that in spite of not having any types of family or business they have control they have I'm sorry they have loved each other only for the sake of Allah I swear by Allah that their faces are a light and they they are upon radiant people they have no fear at the time when people are in fear and they are not sad at the time when people are sad and then he read behold verily on the friends of Allah there is no fear nor shall they grieve those who believe and constantly work against evil so subhanallah there is another hadith that speaks to us about the people of who kept a good sohbah in this dunya and it's a long hadith so for the sake of time I will choose part of this hadith and the hadith goes there are seven whom Allah subhanahu wa ta'ala will shade in his shade where there is no shade except his shade and among these seven categories are two of the one that I'll focus on a man whose heart is attached to his law to the mosques and the other category is the two men who loved each other for Allah's sake meeting for that and parting upon that سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من بينهم رجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وهنا ذكر رجل ولكن مضمون ضم ذكر الرجل النساء طبعا يشترك معهم النساء فيما ذكر ورجل قلبه معلق في المساجد يقصد في ذلك المسجد كان المكان الذي يجتمع فيه الناس فهذا رجل امرأة تعلق قلبها أو تعلق قلبه في الصحبة الصالحة التي تكون في المساجد وَالرَجلًا وَالرَّجُلَانِ تحبّا في الله أحبّا أحدهم الآخر حبا حقيقيا لا فقط نوأ من الحب الظاهري رسول الله صلى الله وعلى سلام تحبّا لنا لدينا الكثير أحب لأن هؤلاء ستأتي كما شفيع يوم القيامة ويذلك أتذكر واحد من حديث في عندما سيكون قلبها وعلى الله سبحانه وتعالى سألقى هل أنت مجددا 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 ويذلك سألقى بالطبع أنت مجددا أنت مجددا مجددا ويذلك وقال لأن أحب لأن كانت مجددا مع أحب ويذلك ويقوم ويقوم بعمل مجددا ويلا أرى هذا مجددا في جنة لذا سألقى الملائكة والمجد أو المنزل للغاية ويقوم بإمكانه ويقوم بإمكانه إلى جنة هناك حديث يتحدث عن شخص يدخل الجنة فيقول له الله عز وجل هل أنت راضٍ يا عبدي هل أنت راضٍ فيقول يا رب كيف لا أرضى وقد أدخلتني الجنة وبعدت بيني وبين النار قال قال ولكني أشعر بالحزن لأنه كان لي صديق أذهب معه إلى المجالس ونتذاكر القرآن سوياً لا أراه معي فيقول الله سبحانه وتعالى يأمر ملائكة النار أن تأتي له بصديقه فيأخذ به إلى الجنة ثم أحببت أن آتي ببعض الوصايا أو العبارات التي ذكرها بعض الأئمة ومنهم طبعاً الشيخ عبدالقادر الجيلاني عندما وصى لكل المريدين والسالكين فقال أحسن العشرة مع الإخوان والمعاونة في أمر الدنيا والآخرة وأوصيك أن لا تصحب أخيك اتكالاً لما بينك وبينه من المودة والصداقة فإن الله فرض لكل مؤمناً حقوقاً عليه ويقول الشيخ عبدالقادر حسبك من الدنيا شيئان صحبة فقير عارف وخدمة ولي كامل لذلك يستطيع أن تكون لك هذا ما قال الشيخ عبدالقادر الجيلاني وقال بالمعاونة في مردين وقال إنه يستطيع أن تكون لك في هذا المياه أن يكون لديه المساعدة من فقير وفقير ثم المساعدة أو المساعدة من ولي سيد سيدنا عمر رضي الله عنه قال ما أعطي العبد بعد الإسلام نعمة خير من أخ صالح فإذا وجد أحدكم ودا من أخيه فليتأسك به سيدنا عمر قال أنه لا يوجد شيء يكون لديه المساعدة بعد أن يكون مسلم أفضل من أن يكون أخيه أو أخيه في الإسلام لذا إذا وجدت أحدكم الذين يتعلمون هذه المساعدة تأكد أن تتعلمون إلى ذلك المساعدة ويقول لقمان الحكيم لابنه يا بني ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان أخا صادقا فإنه مثل الشجرة إذا جلست تحتها أظلتك وإن أخذت منها أطعمتك وإن لم تنفعك لم تضرك لقمان أخيه وإنه قال أنك تتعلمون أنك لديه المساعدة وإنه يستعلمون إلى ذلك المساعدة لأن أخيه أو أخيه في الإسلام كما تتعلمون إذا كنت تتعلمون ستتعلمون من المساعدة وإذا كنت تتعلمون من المساعدة ستتعلمون وإذا كنت تتعلمون من المساعدة وإذا كنت تتعلمون من المساعدة سيدينا محمد صلى الله عليه وسلم تتعلمون في الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير حامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير إما أن يحترق ثيابك منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا The friendship of a good, Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم says The friendship of a good or a bad person is like the state of the perfume vendor and the blacksmith, the perfume vendor will either give you some perfume for free or will let you, you know, you'll get some of the perfume at least by being around him whereas the blacksmith will either burn your clothes or you will be uncomfortable with the disagreeable smell of his shop So being together brings about either a positive or a negative effect and if it's positive, it's definitely an improvement of the self So again, we really need to choose our friends very carefully They say though you be a rock or marble you will become a jewel when you reach a man or woman who possesses a heart There is a Turkish saying that goes like this The grape will ripen when together with other grapes and this reminds me of the masbah that we hold If we take one of the beads by itself, it might be a beautiful bead but when we put all the beads together on the string of love that will make the beads stronger and of more value and use to us So, you remember me that this example, the wine, the wine, the wine The wine, the wine, the wine, the wine The wine, the wine, the wine, the wine We have to do it with the wine If we take all the wine from this wine It might be beautiful in the wine but it's a good and efficient if it's a good one If it's a good one If it's a good one with this wine we ask Allah to be a man to be a man محبة أذكر هنا أمراً تعلمته من قريب وهو متعلق بسيدنا يونس سيدنا موسى عفواً عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون قال له بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه تغى فقل له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى فماذا قال سيدنا موسى لله عز وجل طلب منه سبع طلبات دفعة واحدة فقال له ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أجدد به أذري وأشركه في أمري كل هذه الطلبات لكي نستطيع أن نقف تجاه فرعون أبداً كل هذه الطلبات لكي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً لذلك الله سبحانه وتعالى عندما أسأل سيدنا موسى لذهب إلى فرعون قال له لذهب إلى فرعون لذلك سيدنا موسى أسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى لذلك سبحانه وتعالى يا سيدين الكريم امتزم الأمتزم لا نحن موسى warn me and remove the impediments from my speech so they will understand what I say and appoint me a minister from my family Harouna, my brother add to my strength through him let him share my task that we may glorify you much and remember you much so Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidina Musa when he asked all these requests seven requests they were not requested so he could be strong when facing Fir'aun all these requests were requested so Sayyidina Musa and Harun could actually praise Allah subhanahu wa ta'ala more so basically what I reflected on that is that we need company to do dhikr we need company to reinforce our iman so subhanallah fa talaba Musa al-awun min Allah subhanahu wa ta'ala al-dhikr wa lam yatlob minhu al-awun ala fir'aun dhikrullahi yahtaju ila awun sohba ta'ala al-haq wa ta'ala al-astikama why do we need sohba because I think there is a say that I heard from Sheikh Omar last year he says al-halu yasri the emotional and intellectual and spiritual state is contagious so a condition or a state passes from one person to the other so and our state changes according to the person we love and the person that we spend more time with so we really need to choose our sohba and our choice of sohba will determine whether we steadily increase or decrease in our iman and in english they say if you sleep with the dogs forgive my my example I don't know if it's appropriate but if you sleep with dogs don't be surprised if you rise up with fleas so when you sit with people of the dunya you become a drop in the ocean but when you sit with the people of the akhira the dunya becomes a drop in your ocean so عندما نجلس مع أهل الدنيا نصبح نقطة في محيطهم أو في بحرهم وعندما نجلس مع أهل الآخرة تصبح الدنيا نقطة في محيطنا الإنسان هو الكوكب بأكمله and just I'm ending am I taking too long I think I am okay so I'm just there is this phenomena in physics that's called entrainment and entrainment has to do with synchronizing and this is like it's also existing in hydro hydrophysics and even in musicology and I try to find the word for it in Arabic so يعني أتكلم عن ظاهرة يدرسونها في الفيزيكس وفي الموسيقى حتى فلم أجد الكلمة المناسبة لها ولكن لها علاقة بالاندماج ويعني هي الكلمة تأتي من entrainment في الفيزيكس في الفيزيكس كأنها تحمل على القطار تأخذنا معها على القطار يعني فهم يقولون أن يقولون أن يوجد تأتي من كلمة الموسيقى 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 وقال يضعوا الموسيقى الموسيقى number to a different rhythm so it will.. like the Pendulum will move differently at different times et he left the room and then when he came back there were all swinging in synchrony so he discovered that this is because of the biggest clock the biggest pendulum the other... to... to all the other clocks to other with its force يقولون أن هناك رجل أخذ نوع الساعات التي عندها يسموه رقاص الساعة يعني يهز يمينا وشمالا وكان حريصا أن تكون كل هذه الساعات يعني يرقص فيها هذا الشيء الذي يعني يتحرك مع الوقت بطريقة مختلفة بوقت مختلف وعندما عاد إلى الغرفة مرة أخرى فإذا بكل الساعات يعني تتواصل مع بعضها وتتزامن في الإقاع فعندها نفس الإقاع فاستعجب ولكنه اكتشف أن هناك الساعة الكبيرة هي التي حملت معها كل الساعات الأخرى فأصبح حتى تتواصل وتتزامن في الإقاع لكنه أكتشف أن يتحرك مع ما في المقبل إذا كان يكون مدينة صعبية، مجرد، مجرد، مجرد أو من حياتنا لذلك يمكننا أن يتحرك مع بعضنا ومفرنا ومفرنا وإمكاننا أن يتحرك من الخطوة ومفرنا من خطوة ما يسمى أن ينظر نقاط المنقبل لذلك تتواصل معنوني هذا هو أكثر من الشيخ أمار وأنه يمكن أن يحصل على المدينة في أحيانات لا يمكن أن يكون مدينة لذلك في هذه المرحلة يجب أن يكون مدينة لكي يجب أن يكون مدينة الناس هذا الطريق أظن حسب علم المتواضع يحتاج إلى مراحل لكي نصل إلى معرفة الله عز وجل ولذلك نحن نحتاج إلى أناس حولنا ومعنا يشدون أزرنا إذا كنت تقلق إلى مدينة لأنه يجب أن يكون مدينة ومعرفة الله عز وجل تبحث عن المدينة في أحيانات الذي يحصل إلى أهل الحقيقة وكذلك هناك المدينة في أحيانات الظل لكي أخبرنا أقول أن الحقيقة الحقيقة يعيشاني في قلب واحد والأصدقاء هما كيدين تغسلوا إحداهما الأخرى تماماً كما غسلت يداء الأنصار يداء المهاجرين لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كالمهاجرين والأصار يجعلنا كالمهاجرين والأصار مهاجرين are the ones who flee مكة to go to the Medina and they were embraced by الأصار اللهم اجعلنا من الذين لا يخافون حين يخافون الناس اللهم اجعلنا من الذين لا يحزنون حين يحزن الناس اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا من السبعة الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك may we be among those seven categories who will be in your shade when there would be no shade but your shade سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة الناصحة I ask Allah سبحانه وتعالى in his beautiful names and his magnificent attributes to make us among the one who hold to each other hands يوم القيامة and may we enter paradise together اللهم اسألك باسمك العظيم وباسمائك الحسنى وصفاتك العلا ان نكون صحبة يأخذوا بعدنا بيد بعض لندخل الجنة سويا والحمد لله رب العالمين and thank you and thank you